مولانا على ذكر الفتح والفتوح والفتوحات وكل ما هو من الله سبحانه وتعالى الفتاح العظيم أتوقف عن كيف أعرف أنني فتح الله عليه على بساطة الإنسان أو على عظمه في مساره في طريقه إلا الله كان الأهل الله في مثل هذا السؤال اللي ساتك تفضلت به يقولوا إذا أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر في أي شيء أقامك ابدأ كده أرصد شوف المسار لأيها الإنسان أنت ماشي فيه اتلأي نفسك بفضل الله وفقك الله لإقامة الفرائض لا تخل بها وفقك الله لأداء السنن لشيء من الذكر يبقى اللهم لك الحمد يبقى حال شريف يبقى أراد الله بك خيرا يبقى صانك الله ولا أنت إنسان أقامك الله في مقام الخناء مع الخلق والقطيع وظلم العباد والتنكر إنسان مثلا يتزوج امرأة فيؤذيها ويلقيها ولا يعطيها حقوقها أو يمنع امرأة من المراث أو يؤذي الخلق هو أنت فين فين المسار اللي ربنا ممشيك فيه هل معمور بالله هل ربنا حاضر فيه يبقى الإنسان يقبل إيده وشه ضهر أقول يا رب لك الحمد على أن سلكت بي طريقك وبابك ولا أنا إنسان مفرط ومبتلى بالمعاصي والذنوب والآثام أولي النهار مثلا خائض في الناس وخائض في الآثام والذنوب العظمى يبقى دحال يشفق فيه الإنسان على نفسه ويفزع إلى الله ثم حتى داخل هذا الحال الظلماني الناس فيها أنواع فيه إنسان يسرف على نفسه ويعصي عن ضعف لكن عملا يقول لربنا جوه هذا ضعف يا ربنا ضعيف يا رب ما تقطعنيش عنك يا رب سامحني يا رب لن أكرر مثل هذا وإن عاد هذا العبد أقرب إلى الله من إنسان قد يصلي ويصوم وفي نفسه من قوة بيقول أنا خير منهم ده أنا بذكر ربنا كتير هو مش بيذكره ده كبر ده بقى حال إبليس بينما التاني رغم أن ظاهره المعصية لكن قلبه من الداخل منفطر بين يدي الله بيقول له يا رب أنا ضعيف أنا عبدك ما تتركنيش علشان كده سيدنا النبي صور لنا مشهدين واحد كان يشرب الخمر فلما جاءوا به وهو يشرب الخمر واحد يقول تبا له ما أكثر ما يؤتى به في الخمر ده بيتهجم عليه ومسيدنا النبي يقول له ده بيتكلم في حق مين واحد شرب الخمر جنب وده أخدته الغيرة ده ممكن يكون ده الأفضل إحنا الناس تعودت تحب ده ده الغيور على الحق وده ده عاصي ومسيدنا النبي يقول له لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله ده المسكين اللي شارب الخمر يحب الله ورسوله آه والله هو كذلك ده إنسان شكله من بر عاصي بس من تحت ستر هذه المعصية هناك قلب منفطر بين يدي الله يقول له يا ربنا عبد الضعيف لا تؤخذني في موقف آخر جاء رجل يقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل إيه الكبر ده ده بيتعالى على الجنب النبوي بيتهجم على سيد الخلق ده هو ده مقياس العدل ده هو ده صاحب الوحي ده هو ده المصون المؤيد الممجد بالله فلما ول يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من هذا قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام بس ايه أوصفهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته ده عابد ده كثير الصلة ده سجاد بين يدي الله بس من العبرة مش بكده العبرة انه من وراء هذا وستنا نبي قول بعدها يمرقون من الدين مع انه احنا كمسلمين معتدين لما نشوف صلاة نقول يا هو نرح في ايه انا عمر من ببصلي بهذه الطريقة فشفنا قدامنا مشهدين ظاهر من الخارج شكله طاع وكثر في الصلة لكنه محجوب عن الله بنفسه بالكبر على الخلق وظاهر من الخارج شكل معصية معمور الباطن بحالة انكسار بين يدي الله يأتي بها الفتح ويعافيه الله ويقبله الله لانكساره بين يدي الله فلن أعيز أقوله اننا ازاي أعرف ان كنت صاحب فتح ولا ان كنت صاحب حجاب ومعصي وانني مدفوع عن باب الله المعيار ان الانسان ينظر الى الحال الذي أقامه الله فيه وان يدرك ان كل حال شريف وفقه الله اليه هناك ما هو اكمل وهناك ما هو اشرف فلا يقف لا يقف عند حد ولذلك طريق ربنا ما فيهوش سكون هو سير دائم علشان يظل الانسان رغم ما يقيمه الله فيه من احوال شريفة يظل منكسر يظل عبد يظل مفتقر يظل طابع في الاكمل فالانسان يدرك من نفسه ان كان ربنا سلك به طريق الخير او ان كان هناك اشكال او حال يعني ظلمان بينه وبين الله